بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ونحن في مقطع القضايا الاجتماعية كثير من القضايا التي تثار في كثير من الأحيان وخاصة التي تضرب الأسراء الجزائرية من بينها سوء تعامل الأزواج مع زوجاتهم مما ينجر بسببه تنجر هذه العلاقة إلى الطلاق اليوم إن شاء الله سنتعرف على قصة من هذه القصص قصة إبراهيم مع زهرة إبراهيم مع زهرة في نصنا ذكرى وندم صفحة عشرة فتابع معي طيب مرحبا بكم مجددا هذا هو النص النص ذكرى وندم لمالك بن نبي هو مفكر جزائري وأحد رواد النهضة الفكرية في العالم العربي والإسلامي في القرن العشرين في القرن العشرين له مجموعة من الكتب مثل مشكلة الحضارة إلى غير ذلك طيب هذا النص ذكرى وندم ذكرى وندم كما قلنا يعالج مشكلة الخلافات الزوجية مشكلة الخلافات الزوجية ودائما ما تكون نهايتها في غالب الأحيان الآن في وقتنا هذا هو الطلاق وهو يعتبر قضية جتماعية تمس لبا وأساس المجتمة أنت ستقرأ هذا النص قراءة صامتة ستقرأ هذا النص قراءة صامتة لما تكون تقرأ طيب أعطيك فائدة ما الفرق بين القراءة الصامتة والقراءة الجهرية القراءة الصامتة هي قراءة بلا صوت ولا تحريك لسان أو شافة لا تحرك لسانك ولا شافتك عندما تقرأ القراءة الصامتة والقراءة الصامتة هي التي يكون بها الفهم الهدف منها تكتسب بالمعرفة اللغوية تعودك على السرعة في القراءة والفهم تنشط خيالك وتغذيه أيضا وتنمي دقة الملاحظة لديك بخلاف القراءة الجهرية القراءة الجهرية الهدف منها ليس الفهم القراءة الجهرية الهدف منها أنك تتعود النطق وتضبط مخارج الحرف لذلك نعم وتعودك على السرعة المناسبة في القراءة وتعودك على صحة الأداء بمراعاة علامة الواقف ومحاولة تصوير الحالات الانفعالية لذلك أنت كتلميذ للسنة الرابعة هذه الأمور تكون قد تعلمتها خاصة في السنة الأولى والثانية لذلك كنا في السنة الأولى والثانية كانت القراءة حصة لوحدها قراءة ثم حصة أخرى دراسة النص الآن لا القراءة ودراسة النص كلاهما في ساعة طيب ستقرأ النص مرتين أو ثلاث بنفس قراءة صامتة طيب سأقرأه لكم الآن أنا قراءة جهرية حتى تستمع ذكرى وندم استرجع الآن إبراهيم مشهدا واحدا ذلكم هو المشهد الأخير من حياته الزوجية كانت الساعة الثانية زوالا وفي البيت الذي يقيم فيه العم محمد حاليا حيث يسكن مع ظهرة في الطابق العلوي في هذا اليوم دخل صباحا مخمورا إلى حد لم يبلغه قط من قبل وفي الساعة الثانية بعد الظهر استيقظ كالعادة بعد ليالي عربدته وكانت زهرة تنتظر استيقاظه لتضع الميدة يعني كلمة بالدارجة هذه الميدة تعرفونها المائدة كانت جلسة على إهاب خروف يعني جلد خروف كما قلونا هاي دورة خروف موضوع في الصحن هذا الرواق الذي تطل عليه غرف المنازل ذات الطراز المغاربي طراز المغاربي كما قلونا حوش وقد عادت بعد أن قامت بغسل بعض الملابس لقتل الوقت وارتسمت على صفحات وجيهها رقة وحزن كما به مرض عضال إنها تعاني منذ مدة من سلوك إبراهيم غير السوي الذي كان يعذبها خاصة بعد انتقال والديه إلى الرفيق الأعلى وفي هذا اليوم وعلى غير عادتها كانت هادئة وكان الجو رائعا في هذا اليوم الربيعي وبجوار أعمدة الرواق هناك قفص معلق بداخله كروان أصبح مع مر الزمن رفيقا لزهرة رفيقا لزهرة حتى إنها كانت تغني لتغريده وكلما رأته ساكنا على أرجوحته تأتي لتكلمه كانت زقزقته كافية لتشعرها بالرفقة خاصة عندما كانت تنتظر استيقاظ زوجها بعد الزوال أو عودته من الحانة وهي ترفع القفص أطلق العصفور زقزقات تأفرت بها زهرة فطافقت تشدو بأغنية شدية تهدئ روحها دائمة الحزن إلى درجة أنها لم تسمع زوجها الذي ناداها مرتين أو ثلاثا من داخل الغرفة عندما استهيقظ وراح يتابع المشهد من العتبة وهو لا يزال نصف مخمور أحس إبراهيم بأنه محتقر من قبل زهرة التي تبدو له وكأنها لا تعيره اهتماما كافيا مثل الذي تعيره للعصفور فاستشاط غضبا من الإهانة التي تعرض لها كبرياءه فانقض على القفص دون أن ينبس بكلمة واحدة وألقى به في صحن البيت فأطلقت زهرة صرخة ألم وهبطت السلالم مسرعة لتأخذ القفص حيث لفظ العصفور آخر أنفاسه غير أنها لم تصعد مرة أخرى ولم يرها إبراهيم منذ ذلك اليوم إلا مرة واحدة عند القاضي الذي أعلن طلاقها منه مالك بن نبي حج الفقراء يعني من رواية حج الفقراء طيب هذا هو نصنا نص يتحدث عن قضية اجتماعية وهي الطلاق الذي كان سببها أيضا آفة من الآفات الاجتماعية وهي الخمر الخمر الذي كان يتعاطاه إبراهيم فصار يؤثر عليه وما دل هذا إلا على طيشه وعربدته إذن ما مشكلة زهرة مشكلة زهرة هي معاملة زوجها السيئة المعاملة السيئة التي كان يعاملها بها زوجها فقد كان يضربها ويعنفها وبما كانت تستأنس لتنسى مأساتها كانت تستأنس بتغريد الكرواني في البيت كيف كانت نهاية علاقتها مع زوجها؟ كانت نهاية علاقتها مع زوجها يعني الطلاق كانت الطلاق ما هو السبب المباشر لهذه النهاية؟ السبب المباشر لهذه النهاية هو يعني يقصد به هنا هنا يقصد به يعني القطرة التي أفاضت الكعس السيئة المباشر لهذه الإهانة هو أنه يعني رمى العصفورة رمى العصفور فانقض على القفص دون أن ينبس بكلمة واحدة وألقى به في صحن البيت هذه المشكلة هذا هو السبب المباشر هذا هو السبب المباشر ترى كثير من الأحيان يقول لك مثلا هذه المرأة تطلقت من هذا الزوج لأنها مثلا طهت مثلا العدس مالحا لا هذا سبب تعفية هذا سبب مباشر لكن ما جاء بعدها بعد هذا الشيء وما كان قبل هذا الشيء هذا هي الأسباب هل ترى أن هذا السبب معقول؟ لا أبدا هذا السبب غير معقول لماذا؟ لأن هذا ليس سببا يعني تتطلق به إلا لكانت هي سفية وهو سفيه السبب المباشر وهو العشرة السيئة التي كان يعامل بها إبراهيم زوجته زهرة سوء أخلاقه عربدته تعاطيه للخمر كل ذلك طيب ما الحل الذي تراه ناجعا للقضاء على هذه الآفة؟ هناك حلول كثيرة أولا غرص الثقافة الزوجية هناك كثير من الدول الآن مثلا ماريزيا وأندونيسيا قبل الزواج يعني يعلمون أعطينا دورات تكوينية للزواج أيضا توعية الطرفين بأن هذا الزواج هو مثاق غليظ كما سمى الله عز وجل وأخذنا منكم مثاقا غليظا يعني كلا الزوجين يعامل الآخر بالإحسان وجعل بينكم مودة ورحمة المودة هي الحب والرحمة قيل لماذا مودة ورحمة؟ قال حتى إذا كارهها لم يظلمها ممكن أن يكره زوجته أو تكره زوجها لكن لا يضضمان بعضهما طيب هل تجد العنوان منسجم مع نهاية القصة؟ طيب الذكرى وجدناه وجدنا بأنه يتذكر تذكر هنا تذكر هذا المشهد من حياته مع زوجته لكن هل نجد أنه ندم؟ لا العنوان غير منسجم العنوان غير منسجم مع هذه القصة يعني نصفه منسجم ونصفه غير منسجم الذكرى موجودة لكن الندم غير موجود لا نرى ندما هنا في القصة لم يذكر أنه ندم على ذلك هو تذكر مشهدا لكنه لم يذكر أنه ندم على ذلك هذا بالنسبة لفهم النص الفكرة العامة التي نخلص إليها من هذا النص الطلاق لا يأتي من لا شيء وإنما يكون من أسباب وتراكمات تضرب بالعلاقة الزوجية أو نقول كثير من الآفات الاجتماعية تمخر تمخر تماسك الأسرة حتى تؤدي إلى تفككها وانفصال الزوجين أكتشف نمط النصي وأبين خصائصها طيب هنا سندرس أنماط النص نمط الغالب والأنماط الخادمة لأن في كل نص نجد نمطا غالبا وأنماطا خادمة أذكر بعض الأفعال الوليدة في النص ما دلالتها في بناء أحداث القصة طيب عندي استرجع إبراهيم مشهدا واحدا كانت الساعة في البيت يقيم الذي يقيم فيها موحايا يسكن مع زالة دخل أنظر تجد أفعال ماضية لم يبلغ أفعال مضارع زائد لم يعني يدل على الماضي كانت جالسة عادت أنظر يعني أفعال ماضية تدل على انقضاء هذه الأفعال وانتهائها أذكر بعض الصفات الوليدة في النص على ما تدل كثرة استعمالها على ما تدل كثرة استعمالها أنظر بعض الأوصاف التي وردت مثلا هنا هنا لما نقصد الأوصاف ليس الوصف النحوي ليس الوصف النحوي إنما ما يخدم نمط الوصف مثل الأحوال النعود التشابه إلى غير ذلك في هذا اليوم دخل صباحا كيف مخمورا هذا وصف أنظر ذات الطراز المغاربي هنا وصف المنزل بأنه ذات طراز مغاربي انظر التشبيه انظر التشبيه وارتسمت على صفحات وجهها رقة وحزن كيف كمن به مرض عضل هذا تشبيه يعني يصف وجهها بشباه بمن به مرض عضل انظر الجو كان الجو رائع في هذا اليوم الربيعي وصف اليوم إذا كثرة استعمال الأوصاف تدل على النمط الوصفي ما النمط الغالب على النص؟ النمط الغالب على النص هو النمط السردي الذي من مؤشراته الأفعال الماضية ذكرناها ضمير الغائب استرجع يعني هو دخل هو لم يبلغه انظر هو عادت هي هذا ضمير الغائب تسلسل الأحداث نعم دخل مخمورا ثم ظهر استيقظت ثم ذهبت إلى صحن البيت وبدأت ثم بعدها بدأت يعني تغني مع العصفور ثم استيقظه وإلى غداء هذه الأحداث متسلسلة أيضا الزمان الزمان والمكان المكان في البيت والزمان انظر كان الساعة الثانية زوالا هذه كلها أنمار تدل على النمط السردي النمط السردي هو النمط الغالب في القصص استخرج نمط آخر مع ثلاث من أشهرات وأذكرها قلنا النمط الخادم هنا هو النمط الوصفي النمط الوصفي قلناك النعوت ذكرنا النعوت المغاربي الربيع أيضا الصور البيانية وذكرنا التشبيه التشبيه كمن به مرض عضال أيضا الأفعال المضارعة الأفعال المضارعة فيما أفاد كل نمط في بناء القصة عندنا في القصة السرد يخدم الزمان وإذا أردنا أن نتحدث عن المكان نستخدم الوصف النمط السردي ينقل الأحداث والوقائع أما النمط الوصفي فهو يصور هذه الأحداث يصور هذه الأحداث بالنسبة لي ترابط جمل النص وانسجام معاني أعطيت لك فقرتين أعطيت لك فقرتين لاحظ الفقرة الأولى هنا قارن بين الفقرتين الآتيتين واستنتج أي منهما كانت منسجمة لاحظ معي الآن هنا لما نقول أبحث عن ترابط جمل النص وانسجام معانيه ترابط الجمل هو الاتساق ترابط الجمل هو الاتساق سأضع لكم فيديو إن شاء الله قريبا حول الاتساق والانسجام قارن بين الفقرتين الآتيتين واستنتج أي منهما كانت منسجمة المعنى معللا حكمك لاحظ معي الآتين الفقرة أطلق العصفور زقزقات تأثرت بها زهرة فطافقت تشد بأغنية شجية تهدئ روحها دائمة الحزن إلى درجة أنها لم تسمع زوجها الذي ناداها مرتين أو ثلاث لاحظ الفقرة الثانية أطلق العصفور زقزقات تأثرت بها زهرة فطافقت تشد بأغنية شجية تهدئ روحها دائمة الحزن لم تسمع زوجها الذي ناداها مرتين أو ثلاث تلاحظ أنه الفقرة الثانية تحس أن هات جزآها على الجزء الأول وجزء الثاني منفصلان عن بعضهم البعض أما الفقرة الأولى هي أكثر انسجاما مع المعنى لأن فيها هذه الجملة إلى درجة أنها كأنها هذه الجملة هذه الجملة نعم رابطت بين جزئية الجملة الكبرى إلى درجة أنها يعني توحي بالمبالغة المبالغة في الشيء إلى درجة أنها لم تسمع زوجها يعني مبالغتها في في التأثر ب في التأثر وفي التأثر مع غناء هذا الطائر جعلها لم تسمع أما هنا فالجملة غير منسجمة استخرج من الفقرة لآتي روابط الجمل واذكر دلالتها من أنقض على القفص حتى طلاقها منه وانظر من هنا إلى هنا عندنا الروابط الروابط لا بد أن تفهمها شيء مهم الروابط عندي نوعان روابط الجمل الروابط الروابط النصية هذه الروابط النصية نوعان عندي روابط لغاوية وعندي روابط منطقية الروابط اللغوية هي الضمائر أسماء إشارة لأسماء الموصولة وحروف العطف الروابط المنطقية هي روابط التعليل روابط الشرط روابط الاستنتاج روابط التأكيد إلى غير ذلك لم يقول لك استخرج روابط منطقية استخرج هذا لم يقول لك روابط نصية وتصنفها اللغوية وتستخرج هذه والمنطقية وتذكر هذه طيب هنا فاستشاط غضبا من الإهالة التي تعرض لها كبرياءه فانقض على القفص هذه فاء السببية فبسبب ذلك انقض على القفص هذه الفاء تفيد السببية دون أن ينبس بكلمة واحدة و الواو هذه روابط هذا تفيد الربط روابط لغوية والها أيضا الروابط بالإحالة سنتعرف عليه قريبا هذه روابط لغوية فأطلقت زهرة هذه روابط منطقي يعني هذه سببية فأطلقت زهرة صرخة ألمين يعني هنا تفيد العطف تفيد العطف فأطلقت زهرة صرخة ألمين الواو وهبطة السلال أيضا الواو تفيد العطف سلل مسرعة لتأخذ هذه اللام لام التعليل هذه رابط التعليل حيث لفظ العصفور آخر أنفاسه للهاء الضمير غير أنها أيضا هذا الضمير رابط لم تصعد مرة أخرى الواو العطف لم يرى ها الضمير هذا رابط رابط لغوي منذ ذلك اليوم إلا مرة وحدة عند القضاء الذي أعلان طلاقها منه أيضا الضمائر إذن عند الروابط اللغوية عند الضمائر عندي عندي أيضا حروف العطف حروف العطف وبنسبة للروابط المنطقية عندي تعليل في اللام لتأخذها وعندي السببية في الفاء إذن هذه هي الروابط بارك الله فيكم ونجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر